الراجل الحقيقة تجربته لما تيجي تقيمها النهاردة ما حدش يقدر ينكر أنها تجربة نكحة بكل المقاييس وأنا هكلمكم بمنطقة صراحة لأن الناس طبعا بتكلم و أنا بحب بس مع رأيي الناس والناس بتيجي تتكلم معي في طول الوقت الحقيقة في كورة الأهل يمكن الفترة الأخيرة الناس ما كانتش راضية شوية عن أداء النادي الأهلي تحت قيادات مسر المسلميني كورة الأهلي بصرف النظر أنا عايز أحط النتائج على جنب لأن أنا عندما أجي بقيمه دي الفني بقيمه بمشواره بالنتائج ده شيء ما فيهوش نقاش ما فيهوش وجهات نظر الأرقام هي اللي بتحسم إذا كان المشوار ده ناجح ولا نص نص ولا مشوار يجب أن ينتهي وتفكر في بديل لكن في النهاية أنا بتكلم على مستوى الأداء والكورة بتاعت النادي الأهلي والحقيقة أنه دايما كل حاجة لابد أنها تقاس بمعطيات يعني ما تيجي تطالبني بنتائج لازم تقولي مقدمات هتوفر لي عناصر فردية لعيبة أمشتها وإمكانياتها عاملة إزاي طبيعة البطولات اللي أنا بدخلها والمنافسين فيها عاملة إزاي الإمكانيات المتوفرة بقى من ناحية إمكانيات مادية من ناحية إمكانيات علاجية تسهيلات حاجات ممكن تساعدني على أن أنا أنجح في مهمتي إزاي وبعد كده تطالبني بالنتائج ميسر موسماني المشوار الناجح اللي احنا بتكلم عليه ده كان في ظروف صعبة جدا 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 الحقيقة على كل مستويات سواء من حيث كم البطولات أو تلاحم المواسم أو عدد المطشوات اللي لعيبها النادي الأهلي أو من ناحية الخصوم اللي واجههم بتكلم على بطولتين أفريقيا وبالتالي انت بتكلم على التوب لفل على المستوى القري بتكلم على بطولة دوري المصري وبطولة كاس مصر وهي بالتأكيد واحدة من أقوى البطولات فيه على مستوى قارة أفريقيا على مستوى المنطقة العربية بتكلم على بطولة كاس عالم أندية وحد سواء حرج لعبت بارمينيخ لعبت الدحيل القطري لعبت باربراس البرازيلي فبتكلم على مستوى حتيك على أعلى مستوى الحقيقة ورغم من كده نجح بشكل كبير جدا والنتيجة العلامة تكاد تكون علامة كاملة لكن في النهاية جمهور النادي الأهلي وخصوصا أن الرجل تجربته مع سان داونز بتقول أن الرجل عنده فكر والراجل حقيقة بيحب يقدم كورة ممتعة وأعتقد أنه مع التدائمات اللي وصلت للنادي الأهلي السيزن دا ومع المساحة الوقت اللي ما كانش موجود قبل كده يقدر مستر موسماني أنه يطور الحقيقة في شكل وأداء الفرقة في الفترة اللي جاية وننتظر إن شاء الله بداية الموسم وأول مواجهة طبعا هتكون مع الحرس الوطني بطل النيجر يكون فيه شكل جديد للنادي الأهلي دي توقعات وطموحات وأحلام جماهير النادي الأهلي إذا كنت نجحت فيه التعبير عنه طيب مبروك عمر السلية سريعا جدا بقى عشان وقتين نعدي على أخبارنا مبروك عمر السلية مدد عقده لمدة سنتين مع النادي الأهلي وطبعا دا اللي أعلانه أمير توفيق مدير التعاقدات عمر كان بقيل وسنة في النادي